بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله على حضرته وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم أعزائي السادة المشاهدين ولقاء جديد وبرنامجكم دين حياة توقفنا أعزائي المشاهدين في اللقاء السابق عند النداءات الإلهية التي خص الحق عز وجل بها عباده المؤمنين قلنا يا أحباب أن هناك 87 نداء من الله خص الحق فيهم سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالذكر قلنا الغاية من هذه النداءات تربية من الله عز وجل للمؤمنين توجيه من الله عز وجل للمؤمنين إرشاد من الله لعباده المؤمنين بيان أمر ما أو إضاح أمر ما من الله لعباده المؤمنين أمر من الله تعالى مباشر للمؤمنين أو نهي من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين يعني الغاية من هذه النداءات والقطابات الربانية من الله عز وجل لعباده المؤمنين التربية والنصح والتوجيه والإرشاد حتى يرتقي العبد المؤمن إلى العبودية الكاملة كما يريدها الله عز وجل حتى يكتمل إيمان العبد المؤمن وحتى يحظى بشرف الانتساب بالعبودية لله عز وجل طيب ضمن هذه النداءات نداء في أمر صريح للمؤمنين بطاعة سيد المرسلين على حضرته وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام يقول فيها عز وجل يا أيها الذين آمنوا يبقى نداء من الله وخطاب من الله وتوجيه من الله لمين للمؤمنين إيه الأمر بقى الله لفت نظر المؤمنين بالنداء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو شوف يعني بطاعة سيدنا النبي ملاصقة وتابعة لطاعة الله وملاذمة لطاعة الله عز وجل هذا أمر للمؤمنين خطاب من الله للمؤمنين توجيه من الله للمؤمنين إرشاد من الله للمؤمنين خلي بالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقولوا الأمر منكم فإن تناذعتم في شيء أي إذا اختلبتم في أمر ما أو في شيء ما فردوه يعني نعود لمين نرد المين نكمل الآية فإن تناذعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يبقى هنا عند الخلاف في أي أمر أو في أي مسألة آآ المرجعية لمين لله والآه وللرسول لله ورسوله فإن تناذعتم في شيء أي اختلبتم في أمر ما في مسألة ما خلي بالكم يا أحباب المرجعية المن لله فردوه إلى الله أي إلى حكم الله أي إلى كتاب الله عز وجل والرسول أي إلى سنة رسول الله وهدي رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله توجيهه آيات واضحة هي بينات جماعة اللي بينكروا السنة اللي هم أتباع القرآنيين الفئة ضلة المضلة المارقة المارقة خلي بالكم الخارجة عن إمرة الإسلام خلي بالكم الضلة المضلة قرآنه هنا إنكار سنة رسول الله إنكار آيات الله ولكلام الله الكفر بالسنة وإنكارها كفر بكتاب الله وبآيات الله وبكلام الله عز وجل ده آيات 33 آية محكمة الحق سبحانه وتعالى نص فيهم وأمر باتباع سيدنا رسول الله وأشار إلى أن سبحانه طاعة رسول الله هي طاعة هي طاعة لله عز وجل وهكذا مخالفة رسول الله هي مخالفة لله وعدم الاتباع بهدي رسول الله إنكار لثوابت الدين لآيات الله ولأوامر الله ولتعاليم الله عز وجل طيب ناخد آية تانية كده يا أحباب يشير فيها الحق أيضا سبحانه وتعالى إلى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل حيث يقول تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله أي واضحة جليه مفيش فيها التباس مفيش فيها التباس من يطع الرسول فقد أطاع مين أطاع الله مباشرة أطاع الله خلي بالكم ومن تولى أي أعرض عن هذه رسول الله وعن سنة رسول الله ولم يطع رسول الله ولم يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة ربنا بيقول لسيدنا النبي الآيات المحكمات وكل الثلاثة وثلاثين آية التي جاءت في كتاب الله تعالى والتي أمر الحق فيها سبحانه وتعالى بطاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع الهادي البشير السراج المنير عليه أفضل الصلاة وأتم السلام نحن لسه يا أحباب الموضوع كبير إن شاء الله هندلل على أن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني مباشرة للتشريع يعني المصدر الذي نأخذ منه تعاليم وأحكام ديننا بعد كتاب الله عز وجل أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته